وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الرسالة العراقية التي كان الحديث فيها عن الزواج وشؤونه أجبت عن جانب منها لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية سأكمل من حيث توقف الحديث الرسالة تقول ولاحظت كاتب الرسالة هو الذي يتكلم ولاحظت أن أئمتنا الأطهار أرواحنا فداهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يتزوجوا من العراق وليس لأي منهم أي أم عراقية وإن كل أمهاتهم جئنا بشكل أو بآخر من ذلك الجانب الآخر من البحر الأحمر إلى آخر ما قرأته عليكم من الرسالة في الحلقة الماضية وقلت من أن سبعة من الأئمة المعصومين أمهاتهم عربية رسول الله أمير المؤمنين الزهراء الحسن الحسين الباقر الصادق وسبعة أمهاتهم من شعوب مختلفة السجاد أمه فارسية أصلية إنها بنت ملك الفرس ملك الساسانيين أقوال المؤرخين الإيرانيين القدماء المعاصرين أقوال مؤرخي السنة وحتى من علماء الشيعة من مؤلفي الشيعة قالوا وقالوا لا أبالي بأقوالهم لا تساوي عندي فلسا ممسوحا ما عندنا في الأحاديث والروايات فإن أم إمامنا السجاد فارسية أصلية وهي عراقية ولدت ونشأت في العراق مثل ما قلت في الحلقة الماضية لا يوجد جنس يقال له الجنس العراقي أرض العراقي سكنتها شعوب وأمم مختلفة وحينما يقال بأن العراق عربي هذا الكلام فيه تسامح جزء من العراقيين عرب وإلا فهناك قوميات وشعوب أخرى ليسوا عربا وهذا الأمر منذ بداية فجر التأريخ وإلى يومنا هذا أرض العراقي موطن لشعوب مختلفة عاصمة الفرس الساسانيين المدائن إنها تجاور مدينة بغداد التي صارت عاصمة للعباسيين وإلى يومنا هذا هي عاصمة العراق والدة إمامنا السجاد عراقية بحسب قوانين الجنسية العراقية عراقية مولودة في العراق وتربت وعاشت في العراق لكنها فارسية أصيلة وأشرت إلى بقية أمهات أئمتنا صلوات الله عليهم إلى أن وصلنا إلى إمام زماننا فأمه تركية لأنها ولدت في تركيا وعاشت في تركيا وأسرتها كانت في تركيا لكنها في الأصل رومية إيطالية قصتها مفصلة في أخبارنا ورواياتنا يكذب المكذبون براحتهم يشكك المشككون تلك مشكلتهم يضعفون أسانيد الروايات ويقولون إنها من حكايات ألف ليلة وليلة فليقولوا هم أحرار بما يقولون ونحن أحرار بما نقول ونعتقد ليس على رؤوسهم من ريشة تميزهم عنا هم رجال ونحن رجال يقولون بالذي يعتقدونه ونقول بالذي نعتقده هذا هو الموجود في ثقافة العترة الطاهرة وحينما ستشرق الشمس ستشرق في يوم من الأيام لا بد أن تشرق وذي تساعة تطلع الشمس على الحرام سنعرف اللصوص من الأوفياء الأمنا الحقيقة لا بد أن تظهر ولا بد أن تشرق ويجي يوم تطلع الشمس على الحرام أيكون قريبا هذا أيكون بعيدا لا بد أن يأتي لا بد أن يأتي إنها لحظة الحقيقة على أي حال أعود إلى إتمام حديثي بخصوص الرسالة التي تتحدث عن شؤون الزواج ومشكلاته هناك قضية واضحة يبينها القرآن لنا إنها الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى العملية في أصلها زواج وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف إنها الشعوب والقبائل المختلفة التي عاشت في العراق وغير العراق لأن سائل من العراق ولأن الحديث عن العراقيين والعراقيات يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو القانون الأول والأخير لا علاقة لموضوع الزواج أن يكون مرتبطا بعراقية بفارسية بعربية بهندية بنوبية ببربرية القانون هو هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا القانون ينطبق على الرجال وينطبق على النساء بنفس الدرجة بنفس المستوى ومن هنا يبدأ الحديث عن الزواج أصل الموضوع زواج يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى زواج وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارف وجزء من هذا التعارف التزاوج فيكون التزاوج فيما بين هذه الشعوب وهذه القبائل والأمر هو هو يخضع لهذا القانون إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذا حينما حدثتكم عن أهم المواصفات أهم القواعد في أمر التزويج ذكرت أمرين الأمر الأول حسن المنظر للرجال أو للنساء أن يستعنس الزوج بمنظر زوجته وهذا أمر نسبي هذا أمر نسبي وأن تستعنس الزوجة بمنظر زوجها وهذا أمر نسبي أذواق الرجال مختلفة أذواق النساء مختلفة والاستعناس عامل نفسي قبل أن يكون حسيا قطعا الجانب الحسي موجود في البين لكن الجانب النفسي هو الذي يطغى فحلاوة المنطق ودماثة الأخلاق ولين الطباع عند الرجال أو عند النساء هو هذا الذي يبعث على الاستعناس الجانب الحسي مهم ومهم جدا ولا أريد التوغل كثيرا في هذه الجهة حسن المنظر والدين والمراد من الدين معرفة إمام زماننا فمن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم ليس في كثرة الصلاة والصيام كما يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام إنما العبادة في كثرة التفكر بأمر الله سبحانه وتعالى الجانب العقائدي التفكر في أمر الله أمر الله سيد هذا الأمر الحجة بن الحسن هو صاحب الأمر نحن هكذا نخاطبه من أنه صاحب الأمر ونقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم أمر الله إليكم الله هو الذي جعل أمره إليهم صلوات الله عليه العبادة هي كثرة التفكر في أمر الله والتقوى هي التي تقينا نار جهنم تقينا غضب الله الذي يقينا غضب الله والذي يقينا نار جهنم محمد وآل محمد هؤلاء هم الذين يكونون سبب نجاتنا وهذا سبب منحصر فيهم فقط على أي حال ليس الحديث عن هذه الجهاد فهذان الأمران هما المهمان المنظر المؤنس ومعرفة إمام زماننا إما أن تكون المعرفة فعلية متحققة في الزوج أو في الزوجة أو أن الزوجة أو أن الزوجة عندهما الاستعداد لأن يتحرك باتجاه معرفة إمام زمانهم الحكاية هنا وتنتهي أن الجنس الفلانية يفضل على الجنس الفلاني الآخر هذا أمر موكول للزمان وللمكان وللظروف الموضوعية في بعض الأحيان قد تكون الظروف السياسية لها مدخلية في الموضوع الظروف الاقتصادية الظروف الاجتماعية ومثل ما بينت بخصوصي زواج الأئمة خصوصا الذين تزوجوا من شعوب مختلفة ذكرت أمرين مهمين أمر يرتبط بالجانب الأمني والأمر الثاني يرتبط ببعد ستراتيجي مستقبلي العلاقات مع الشعوب المختلفة هذا جزء من التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم ولا أريد الخوض أيضا في تفاصيل هذه الحيثيات لأن الدخول فيها يحتاج إلى كلام طويل وإلى ذكر الكثير من الحقائق والمعطيات والشواهد إذن هذه النقطة الأولى إن أكرمكم عند الله أتقاكم بهذا الفهم الإجمالي الذي بينته وإذا ما ذهبنا إلى سورة الروم وإلى الآية الحادية والعشرين بعد البسملة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه آيات إلهية لا ترتبط بشعب من الشعوب أو بقبيلة من القبائل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حينما كان في المدينة البلاد التي حوله مكة المدينة بلاد العربي والناس الذين حوله من قبائل العربي ومن تلك الأرض التي ولد فيها رسول الله وعاش فيها صلى الله عليه وآله فحينما يقول خير نسائكم نساء قريش هذه حقيقة بالقياس إلى الزمان والمكان والظروف الموضوعية التي عاشها رسول الله خير نسائكم نساء قريش لماذا يا رسول الله الحديث يبين أعطفهن على زوج وأحناهن على ولد هذا المعنى ليس منحصرا بالنساء قريش ولكن في الزمان الذي كان يتحدث فيه رسول الله في المكان في الحيثيات المنظورة الجهة التي يخاطبها المدى الذي سيصل إليه كلامه هناك مديات للكلام المعصوم حكيم حينما يتكلم يأخذ بنظر الاعتبار كل هذه التفاصيل المعصوم لا يهدي كأمثالنا نحن الذين نهدي نطلق الكلام على عواهنه من دون أن نحسب لكل شيء حسابه نحن الذين نهدي المعصوم لا يهدي حينما يتكلم فإنه يتكلم وفقا لموازين الحكمة وجزء كبير من موازين الحكمة أن ينظر إلى الزمان الذي يتحدث فيه إلى المكان الذي يتحدث فيه أو إلى الأمكنة التي ستكون ضمن مديات كلامه إذن القضية ليست خاصة بقريش وإنما هناك صفة أشار إليها رسول الله أعطفهن على زوج وأحناهن على ولد هذا الكلام يمكن أن يوجد عند قوم من الترك عند قوم من الفرس عند قوم من الهنود عند عند فحينما قال هذا الكلام إنه ناظر إلى جهة معينة هذا لا يعني أن الكلمة هذه تبقى تطبق في كل زمان وفي كل مكان لكنها قطعا تشير إلى أن نساء قريش يتميزن بهذه الميزة في ذلك الزمان في زماننا هذا ربما يتميزن بهذه الميزة وربما لا يتميزن بهذه الميزة ربما هناك أقوام أخرى نساؤهم تتميز بهذه الميزة بنحو أشد وبنحو أكثر لأن لأننا لابد أن نعود إلى القوانين القرآنية الأصلية إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا القانون لا ينظر إلى قبيلة بعينها أو إلى شعب أو أمة بعينها وهنا حينما يتحدث القرآن في هذه الحقيقة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه آيات إلهية ليس الحديث هنا عن واقع اجتماعي معين الآية جاءت في سياق الحديث عن آيات الله سبحانه وتعالى الآية التي تأتي بعدها مباشرة ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين فمثلما اللغة لها قوانينها واللغة تتغير من زمان إلى زمان وحتى ألوان البشرة يطرأ عليها ما يطرأ بحسب الأزمنة والأمكنة موضوع الزواج هو الآخر يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الشجاعة في أهل خراسان يعني إذا أردتم أن تنجبوا أولادا شجعانا فعليكم بخراسان الشجاعة في أهل خراسان والباه والباه في أهل بربار المراد من الباه المتعة الجنسية والباه في أهل بربار البربريات مدحنا في زمان الأئمة وتميزنا وتميزنا بالنظافة بنظافة الأبدان والثياب وبطيب الأفواه أفواههن طيبة الحديث في زمان الأئمة الأزمنة تتغير وطباع الشعوب تتغير الشجاعة في أهل خراسان والباه في أهل بربار والسخاء والحسد في العرب قريش داخلة هنا والسخاء والحسد في العرب فتخيروا لنطفكم ماذا تريدون الأحاديث مثل هذا الحديث وثيرة في كتبنا هذا مثال وأنموذج جئت به كل هذا يشير إلى أن الأمور تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف الموضوعية منها ما هو سياسي منها ما هو اجتماعي منها ما هو اقتصادي منها ما هو ثقافي امامنا امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الحمد لله الذي جعل أجلة موالية بالعراق مديح للعراق وهناك ذنب للعراق الذين نصروا الحسين عراقي سيد الشهداء وهو يقول لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي إنه يتحدث بشكل مطلق علم الحسين علم لا نهاية له علم مطلق يتحدث عن كل الأصحاب في جميع الأزمنة الماضية والحاضرة في زمانه والمستقبلية ما هو بغريب هذا القرآن هو الذي يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون منهم الحسين وآل الحسين هذه الرؤية محدودة بزمان هذه رؤية الله رؤية الله رؤيتهم وهذا أدل دليل على أن المؤمنين هنا ما هم نحن لأن رؤيتنا ليست كرؤية الله هناك مجموعة رؤيتها رؤية الله هل يستطيع أحد من الشيعة أو من السنة أن يختار غير محمد وآل محمد في مقام الإنصاف لا في مقام الجدل والعناد في مقام الإنصاف هل يستطيع أحد من الشيعة أو من السنة يختار غير محمد وآل محمد يمتلكون رؤية هي هي رؤية الله وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون هذه رؤية الحسين لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي عراقيون والذين قتلوه عراقيون فهناك مديح للعراقيين وهناك ذم وهناك مديح للفرسي وهناك ذم وهناك وهناك في كل الشعوب هناك مديح للمصريين ومديح مديح وهناك ذم المجتمعات البشرية ليست أصناما منحوتة ليست صخورا جبلية تتغير أوضاعها تتغير طباعها تتغير أطعمتها وأشربتها تتبدل أنواع أمراضها كل شيء يتحرك في هذه الحياة فما جاء في الروايات ليس منحصرا بهذه الأوصاف وإنما هناك القوانين العام كالتي بيّنتها وهناك مميزات خاصة في هذه المجموعة أو في تلك قد تبقى ثابتة في هذه المجموعة لكن ذلك لا يعني أنها منحصرة في هذه المجموعة فقط إنما كان النظر لهذه المجموعة أثناء الحديث فحينما تحدث رسول الله عن نساء قريش نظره كان منصبا إلى هذه الجهة لكن حديثه لا يعني أن الأوصاف التي ذكرها تنحصر في نساء قريش فقط هذا الكلام لا يأتي منسجما مع قواعد القرآن ومع منطق القرآن ونحن ديننا ونحن ديننا يأتي منسجما بطريقة واحدة وسياق واحد ما بين القرآن ومعارف العترة الطاهرة وتلك هي وصية رسول الله إنه حديث الثقلين من هنا نبدأ ومن هنا ننطلق وإلى هنا ننتهي نحن لن نخرج من المساحة التي سياجها القرآن وحديث العترة الخارج من هذا السياج إنه خارج إلى الضلال الذي يبحث عن الهدى الهدى في هذه المحوطة في هذه المسيجة التي تسيج بقوانين القرآن وقوانين العترة الطاهرة إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وتلك هي بيعة الغدير إنه حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بقواعد المنطق العلوي هذا علي يفهمكم بعدي وانتهينا وانتهينا الذي يريد أن يعبث خارج هذا السياج هو حر حر يعبث بنفسه ما يشاء أن يعبث كما قلت لكم قبل قليل إذا أشرقت شمس الحقيقة راح يطلع الحرامي الحرامي راح بينون نذهب إلى فاصل في نفس هذا المجرى أقرأ عليكم حديثا جميلا كي أختم جوابي بخصوصي الرسالة التي كنت أجيب عن مضامين أسئلتها هذا هو الجزء السابع والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الرابعة بعد العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الثلاثون بسنده عن زرارة ابن أعين أو في قراءة ابن أعين عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أهل خراسان أعلامنا حينما يتحدث الإمام عن أهل خراسان هذا الكلام يكون جامعاً للرجال والنساء فليس خاصاً بالرجال فقط وهل نستطيع أن نتصور الرجال بمعزل عن النساء بمعزل عن أمهاتهم بمعزل عن أخواتهم بمعزل عن خالاتهم وعماتهم وجداتهم بمعزل عن زوجاتهم وبناتهم لا نستطيع أن نتصور هذا أهل خراسان أعلامنا وأهل قوم أنصارنا وأهل كوفة أوتادنا وأهل هذا السواد يتحدث عن جنوب العراق سواد العراق جنوب العراق المراد من جنوب العراق ما هو جنوب بغداد جنوب بغداد هو هذا جنوب العراق قد يقولون عنه الوسط والجنوب في زماننا السواد ما هو جنوب بغداد جنوب بغداد إلى بحر البصرة إلى الخليج العربي هذه الأرض أرض السواد قطعا يدخل فيها يدخل فيها أرض خوزستان إنها جزء من العراق هذه أرض في التاريخ القديم جزء من أرض السواد العراق ينتهي عند عبادان وحينما يقولون ما وراء عبادان قرية لأن عبادان تقع على الخليج العربي على البحر الحديث عن العراق هنا من أن العراق ينتهي عند عبادان وما وراء عبادان قرية هناك البحر تنتهي أرض العراق وأهل هذا السواد جنوب بغداد إلى بحر البصرة كما كان يسمى وإلى خوزستان لا أتحدث عن خوزستان الإدارية في زماننا هذا التشخيص الإداري راجع للدولة الإيرانية أنا أتحدث عن الأجزاء التي كانت تعتبر جزءا من العراق وهي داخلة في أرض السواد وأهل هذا السواد منا ونحن منهم منا ونحن منهم أي مديح هذا؟ هذا المديح لا يمكنني أن أتصوره لكنني أفتح الباب للتصور إلى نهايات مفتوحة أهل خراسان أعلامنا وأهل قوم أنصارنا وأهل كوفة أوتادنا وأهل هذا السواد منا ونحن منهم هل هذا يعني أن هذه الأوصاف تنحصر بهؤلاء في زمان الكلام في زمان الكلام في زمان الحديث فإن شيعة الأئمة المخلصين في هذه المناطق حينما تحدث إمامنا الصادق بهذا الحديث هذه الأوصاف يمكن أن تنطبق على أناس في الأرجنتين يمكن أن تنطبق إذا توفرت الظروف لهم يمكن أن تنطبق على أي بلد من البلدان الأفريقية يمكن أن تنطبق على أي جزء من الصين أو من الهند على أي دولة أوروبية على أي دولة عربية إذا توفرت الظروف والأسباب وتهيئت المقدمات الصحيحة لأن يكون الواقع المجتمعي بمثل هذه الأوصاف التي تحدث عنها إمامنا الصادق هذا الكلام بحسب الواقع وليس قانونا لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يوجد أناس بهذه المواصفات وربما أفضل لكن الأئمة حينما كانوا يتحدثون واقع الأمر هو هذا الموجود على الأرض هو هذا وإلى يومنا الموجود على الأرض هو هذا لكن هذا يمكن أن يتغير قطعا يمكن أن يتغير قوانين القرآن هي التي تتحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا ليس خاصا بأهل خراسان أو بأهل الكوفة أو بأهل سواد العراق هذا القانون يعمل في جميع الاتجاهات ويعمل في عالم الملائكة ويعمل في سائر الأمم الموجودة في هذا الكون الفسيح في خارج أرضنا هذا الكلام في هذه الرواية وأمثالها بحسب الواقع هذا فهم للأحاديث بحسب المعاريض وليس بحسب الظهور العرفي بحسب الظهور العرفي فإن الأوصاف هذه تكون خاصة بهذه البلدان وبهؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه البلدان وهذا كلام يتعارض مع منطق القرآن ومع منطق العترة مع الرسالة العالمية لإمام زماننا رسالة إمام زماننا رسالة عالمية أممية أرضية يملأ الأرض وليس يملأ أرض خراسان وليس يملأ أرض الكوفة أو أرض السواد رسالة أممية رسالة أرضية وهذا هو منطق كلنا من آدم وآدم من تراب هذا هو منطق الحقيقة الظروف السياسية تغير الناس كل مولود يولد على الفطرة إنها الذاكرة الخفية كل مولود يولد على الفطرة حتى 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 أبناء الزنا يولدون على الفطرة ولكن آثار الزنا هي التي قد تشوه الفطرة وقد لا تشوه الفطرة كل مولود يولد على الفطرة أبواه يمجسان أبواه يهودان أبواه ينصران والأبوان هنا مثال لأن الأبوة ليست في الوالدين فقط الأبوة أبوة المجتمع المجتمع يؤثر الأبوة أبوة الحاكم أبوة الحكومة وهناك الأبوة الحقيقية إذا كنا ننتمي إليها إنها أبوة محمد وآل محمد تلك الأبوة هي التي تحافظ على الفطرة تحافظ عليها وتسقلها وتزيد في بهائها وتضاعف قوتها وطاقتها إنها الأبوة الحقيقية أبوة محمد وآل محمد أما أبوة آباء الزواج والتناسل هذه ما هي بأبوة مضمونة أبواه يمجسانه يحاولونه إلى مجوسي إلى يهودي إلى أي ملة هؤلاء آباء الزواج آباء التناسل وهناك أبوة المجتمع وهناك أبوة الحكومة والحكام الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى قائمة طويلة من عنوين الظروف المتنوعة كلها تترك آثارها على الواقع المجتمعي عموماً وعلى الواقع الأسري خصوصاً وعلى أفراد الأسري بنحو أخص بحسب واقعي زمان أئمتنا فهذه الأوصاف هي الموجودة ولا زالت آثارها إلى يومنا أهل خراسان أعلامنا وأهل قم أنصارنا وأهل كوفة أوتادنا وأهل هذا السوادي منا ونحن منهم وهناك روايات تذم الكوفيين والعراقيين إنهم البتريون البتريون الذين سيحاربون إمام زماننا من أين سيخرجون من الكوفة نفسها من الكوفة نفسها من الكوفة التي يقول عنها الصادق في هذا الحديث وأهل كوفة أوتادنا من الكوفة نفسها يخرج البتريون في الحقيقة هذه رسالة وصلتني يوم أمس لم تكن ورقية إنها رسالة صوتية لكنها فرغت على الورق وهي رسالة طويلة في أربع صفحات الرسالة الصوتية صاحبها لا أعرفه في الحقيقة من النجف لكن الذي أوصل الرسالة الصوتية إليه أعرفه وأثق به وهو يعرف ذلك الشخص بالإجمال مضمون الرسالة سؤال سؤال عن البتريين عن البتريين الذين سيخرجون من النجف من الكوفة لحرب إمام زماننا السائل كما يقول وبصوته من أنه من تلامذة أمحمد رضا السستاني لا أريد أن أقرأ كلامه الرسالة طويلة إنه يقول هذا سؤالي وما هو سؤالي لوحدي هذا السؤال يتردد في أوساط الكثيرين من طلاب حوزة النجف ومن طلاب مراجع النجف يقول حينما نختلي فيما بيننا ويثق بعضنا ببعض فإننا نتحدث عن هذا الموضوع لأننا نشعر فعلا من أن النجف بترية بالكامل الحديث عن الحوزة وعن المرجعيات النجفية وهو يقول ليس منطقيا أن البتريين يظهرون بنحو مفاجئ ربما يكون ظهور إمام زماننا بعد مئة من السنين نحن لا نعلم قد يظهر في السنة القادمة وقد يظهر بعد مئة من السنين لا ندري آمالنا أن يكون ظهوره قريبا كل المعطيات تقول بهذا لكننا هل نحن مصيبون في هذا التشخيص أو لا هذا أمر يعلمه إمام زماننا عقولنا قلوبنا ضمائرنا وجداننا إننا بكل حقائقنا نسبح في بحر من الآمال عيوننا على الدرب القلوب تعيش الأمل ونحن نبحث عن كل صغيرة أو كبيرة في هذا العالم تشير إلى قرب ظهور إمام زماننا لكننا لا نوقت ولا نفرض شيئا على إمام زماننا من نحن نحن عبيده نحن عبيده أكان الظهور في العام القادم أم كان الظهور بعيدا كما يريد إمام زماننا نحن عبيد مسلمون لإمام زماننا وسنبقى في مقام العبودية والخدمة مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سألوه هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي ونحن نعيش يوم مولدي إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو هو يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله أعود للرسالة فإن الرسالة تسأل عن البتريين هو يقول نحن متأكدون من أن البتريين هم الذين يحكمون النجف ومن أن حوزة النجف حوزة بترية بالكامل وهذه حقيقة هذه حقيقة سأجيب على هذه الرسالة ليس في هذه الحلقة هذا موضوع مهم مهم جدا سأجيب على هذه الرسالة لأنني سأجيب على سؤال يتردد في أجواء حوزة النجف ولكنه بنحو مكتوم سؤال بالكاتم لكن الجواب سيأتي من قناة القمر ملعلعا سيأتي الجواب ملعلعا وصادعا وصادحا بالحقائق والوثائق سأجيب على هذا السؤال في العديد من الحلقات في قادم الأيام في هذا البرنامج فانتظروا تلك الحلقات إنها حلقات تتناول موضوعا مصيريا يا شيعة العراق ويا أيها الشيعة في كل العالم لكن الأمر يخص شيعة العراق بالدرجة الأولى سأحدثكم وسأضع لكم حقيقة البتريين كما هي بالوثائق والحقائق نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر